بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نرحب جميع الطلاب والطالبات بالصف الثاني الثنوي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ وإياكم بقراءة الآيات من سورة الحديد نأخذ وإياكم أهداف الدرس ندافي أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وذلك من يقرأ المسلم أو المسلم كتاب الله عز وجل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خال من الأخطاء وأيضا تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع من آداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل والاستعادة في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا البسمة له وتكون بسمة في أوالي السور كما أنها تجوز في وسط السور لكن لا تجوز البسمة في أول التوبة وذلك لأثر أخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأل علي رضي الله تعالى عنه فقال لماذا لم تذكر البسمة في أول براءة؟ فأجاب رضي الله تعالى عنه لأن البسمة لأمان وبراءة نزلت بالسيف ولا تلازم بين الأمان والسيف وأيضا تحسين الصوت والقراءة بتدبر وأيضا التسبيه عند آيات التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة وأيضا الاستعادة بالله عند آيات الوعيد كالاستعادة بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم و الذي يبغي لكل مسلم و مسلمة أن يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل و قبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات من سورة الحديد نرجو من جميع الطلاب و الطالبات فتح المصحف و المتابعة معنا حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا يُضَاعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ بعد قراءة الآيات نأخذ إياكم أهم الكلمات التي يمكن أن يقع فيها الخطأ فأول كلمات في قول الله عز وجل أَلَمْ يَأْنِي لِلَّذِينَ انتبه إليها أَلَمْ يَأْنِي لِلَّذِينَ أَلَمْ يَأْنِي ربما يعني يزيد فيها الكسرة فيقول يعني لا أَلَمْ يَأْنِي لِلَّذِينَ وأيضا في قول الله عز وجل وَمَا نَزَلَ يلاحظ يعني منك يقع فيها الخطأ بالتشديد إزاي هنا إزاي على فتحه بدون تشديد وَمَا نَزَلَ وَمَا نَزَلَ وأيضا من ضمن الكلمات في قول الله عز وجل فقست لاحظ هنا قد يحص فيها اختلاس هنا فقاست الضغط على القاف فقاست قلوبهم وأيضا في قول الله عز وجل فاسقون كلمة فاسقون تلاحظ معي في ألف صغيرة بعد الفا فاسقون فاسقون وأيضا في قول الله عز وجل اعلموا أن الله يحيي اليابة كسورة يحيي الأرض يحيي الأرض يحيي وأيضا في قول الله عز وجل كلمة قد بينا لكم الآيات كلمة الآيات ألف صغيره انتبه إليها الآيات وأيضا كلمة أخرى في قول الله عز وجل إن المصدقين لاحظوا معي هنا الصاد على شدة إن المصدقين وكذلك الكلمة الأخرى والمصدقات هنا الصاد مشددة إن المصدقين والمصدقات وأيضا في كلمة يضاعف لهم قد يحصوا فيها الخطأ هنا ألف صغيرة بعد الضاد يضاعف لهم يضاعف لهم يضاعف لهم هذه أهم الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ من قبل طلاب الطالبات نأخذ وإياكم بعد ذلك بعض حكام التجويد بعض حكام التجويد من ضد حكام التجويد في قول الله عز وجل قوله سبحانه أن تخشع أن تخشع تلاحظنا نون ساكنة لحركة لها نون ساكنة أتى بعد التا والتا من حروف من يكمل معي حروف الإخفاء الحقيقي من أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون الساكنة والتنوين أن تخشع أن تخشع ومعنى الآية ألم يحني معناها في قول ألم يحني ألم يعني ألم يحني للذين أولا ألم يعتي وكذا في قول الله عز وجل حكم آخر من قبل كلمة من قبل من قبل تجهنا نون ساكنة نفس الحكم السابق نون ساكنة بعد القاف والقاف من حروف الإخفاء الحقي من قبل من قبل وإضا حكم آخر في قول الله عز وجل وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ نحن نتنوين أتى بعد الميم والي من حروف من يكمل حروف الإدغام بغنة وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ إدغام بغنة طبعا هناك إدغام بغنة وإدغام بغنة مجمع في قول يرملون ينمو إدغام بغنة وَالَّا مَرَّا إدغام بغنة وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَأَيْضًا حُكْمٌ آخر في قول الله عز وجل أن الله ونو شدده تلاحظوا مع أنه هنا علىها شده فتغن كم حركة حركتان اعلموا أن الله أن الله وَأَيضًا حُكْمٌ آخر في قول الله عز وجل فَأَقَرَضُوا اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا قَرْضًا حَسَنًا تلاحظوا معي هنا تنوين هنا قرضا حسنًا تنوين أتى بعد الحاء من يكمل معي والحاء من حروف أي حروف الإظهار الحلقي الإظهار الحلقي قرضا إظهار حلقي وحروف الإظهار الحلقي ستة مجمعا في قول ألا هاجة حكم أما خالي غفلة أوائل الكلمات في ألا هاجة ومن ضمنها ألا هاجة حكم الحاق قرضا حسنًا هذه بعض أحكام بعض أحكام النساكن أو المساكنة نأخذ وإياكم هنا كذلك بعض المدود بعض المدود من ضمن المدود في قوله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا جعنا الله إياكم من المؤمنين آمنوا أن تخشع آمنوا طيب لو سألناكم من على المد هل مد من فصل أو متصل أيهما أحسنتم مد من فصل لماذا مد من فصل لأن الهمز في كلمة والمد في كلمة أخرى آمنوا أن تخشع وحكم جواز المد حكم جواز المد وأيضا مد آخر في قوله عز وجل اعلموا اعلموا كلمة اعلموا أن تجدوا معي هنا مد هنا وبعد هذا المد همزة وهل هو هذا المد من فصل ومد من متصل مد من فصل لماذا مد من فصل لأن الهمز في كلمة والمد في كلمة اعلموا هنا نكتب مد من فصل فصل هنا اعلموا وكذلك آمنوا أن تخشع طيب كذلك في في قوله عز وجل تعقلون فاسقون هذه مدود وهذه مدود في أواخر الآيات من يطرق على المد ما منعه المد مد عارض السكون مد عارض السكون لأنه آخر الكلمة وآخر الآيات أو في الآخر الآيات في فاسقون تعقلون كريم ويمد كم حركة إما حركتان أو أربع أو ست حركات احنا في قارئ أو إذا رتل أو قرأ بالترسيل والتحقيق ربما يمد لأكسة حركات وكثير منهم فاسقون وكذلك حركتان إذا كان يقرأ بالحدر بقراءة سريعة هذه بعض أحكام التجوية أحكام النوساك والمساكنة وبعض المدود وبعض المدود طيب بعد ذلك نقرأ الآيات مرة أخرى والمصحف لازالما تحبين أيديكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم تهينا من قراءة الآيات هنا ببعض علامات الوقف المصحف الشريف هنا هنا علامات هنا فقست قلوبه وقلوبهم هنا الصلاة وهذا الصلاة يعني الوقف الحسن يعني الوصل الأولى وأيضا هنا عنده كلمة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها جيم يسمى الوقف الجائزة وله هو الوقف الكافي كذلك هنا في الآيات سألنا هل هناك في قلقلة نعم في قلقلة من ضمنها أو من أحكم في قولة عز وجل من قبل كلمة من قبل من قبل تجد الباهنا علامتها السكون والقلق لا يقل إلا إذا كان ساكنا إلا إذا كان ساكنا من قبل من قبل وأيضا في قول عز وجل في قول عز وجل أجر جيم هنا مقالقة له وحرف القالقة له ما جمع في قوله قطب جد من ضمنها الجيم وكذلك الباء من قطب جد الباء من قبل من قبل وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ كذلك هنا تلاحظوا معي في قولة عز وجل كلمة منهم فاسقون نسمع في خطأ يحصل كثير عندما يقرأ الطلاب وطالبته يعني يخفي منهم فاسقون طيب هذا منهم فاسقون الميم مع الفى تلاحظوا الميم والفى مخرج واحد الميم والفى تخرج من الشفتين وفي الناظب رحمه الله جمزولي رحمه الله يقول وَاحْذَرْ لَدَا وَاوِنْ وَفَاءً تَخْتَفِي وَاحْذَرْ لَدَا وَاوِنْ وَاوَاءً تَخْتَفِي لقربها والاتحاد فاعرفي لقرب المخرج فحاول أنك ما تخفيها تظهرها تطبق الشفتين ثم تقرأ منهم فاسقون منهم فاسقون هذه يعني بعض الملاحظات التي يعني هو أحكام القلقلة وكذا الحكم ملاحظة في عدل في الحكم لظهر الشفوي بعد ذلك نقرأ الآيات أو مع ترديدها مع ترديدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا قد بينا لكم الآيات لعلكم لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم انتهينا من ترديد الآيات وكما تعلمنا هذه الآيات حفظ مقرع عليكم حفظ فالحفظ يعتمد على تكرار الآيات وكذلك قبل أن تحفظ تسمع الآيات من صح مرتل أو من شيخ أو شيخ متقن وكذلك التركيز على الآيات متشابهة الآيات متشابهة تركيز على الآيات متشابهة الآيات متشابهة مهم جدا إذا تركز الطالب أو الطالب عندما يعني يحفظ الآيات وأيضا المصحف والمصحف الحفظ على مصحف واحد يعني يحفظ على مصحف واحد ما يأخذ أي مصحف لا لأن غالبا غالبا الذي يحفظ يكون يركز على من أين تنتهي الآيات تنتهي من وسط أو من آخر فكل مصاحف يعني على نسقه واحد فالتركيز على أو حفظ على مصحف واحد مهم جدا يحافظ عليه أو يعتمد عليه عندما يحفظ الطالب أو الطالبة هنا في قولة في الآية في قولة عز وجل نقرأ الآية هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ نأخذ في هذه الآية الكلمات التي ممكن يقال فيها الخطأ في قولة عز وجل أصديقون هناك الصاد مكسور أصديقون وأيضا في قولة عز وجل بآياتنا تلاحظوا معينها الآلف صغيرة بآياتنا بعد ذلك نأخذ بعض حكام التجود في هذه الآية في قولة عز وجل والشهداء عند ربهم عند ربهم عند ربهم تجد هنا عند ربهم الحكم تجد في قولة عز وجل عند ربهم ننساكن أتباد الدال والدال من حروف الإخفاء الحقيقي وأيضا في قولة عز وجل بعض المدون في قولة والشهداء المد تلاحظوا المد هنا الهمز والمد في كلمة واحدة الشهداء وأيضا أولئك مد متصل أولئك والشهداء مد متصل لأن الهمز والمد في كلمة واحدة وأيضا في قولة أولئك مد متصل لماذا مد متصل لأن الهمز والمد في كلمة واحدة وأيضا في قولة أولئك أصحاب الجحيم تلاحظ هنا مد عارض السكون مد عارض السكون مد عارض السكون نقرأ الآية مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم انتهينا من قراءة الآية وهكذا انتهينا من الآيات من سورة الحديد ونؤكد على الطلاب والطالبات مراجعة الآيات وتكرارها حتى بإذن الله يكون الحفظ خاليا من الأخطاء وفي الختاب نشكركم على حسن استماعكم وندرس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر